عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعية بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد طيار بهائل غنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية على جميع محاور مشروع مستقبل مصر بالقطاعات المختلفة بالجمهورية سواء فيما يتعلق باستصلاح الأراضي وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب أو التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي واستخدام أحدث أنظمة الري والميكانة الزراعية في نطاق المشروع وأضاف المتحدث الرسمي عند رئيس سيسي وجهه بمواصلة التنفيذ المحكم لكافة مكونات المشروع الحالية والمستقبلية ما يضمن استيعابه لمسار التنمية وتطور العمراني وما يتبع ذلك من كتافة لحركة النقل والتجارة مشيرا إلى أن مشروع الدلتة الجديدة بواجه عام يهدف إلى إحداث إضافة نوعية للرقعة الزراعية في مصر ليسهم بشكل كبير في سد الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية المختلفة وتحقيق الأمن الغذائي فضلا عن توفير الألاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة ما يضيف إلى جهود تعزيز التنمية الشاملة في البلاد ترجمة نانسي قنقر